السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا ربتكن بخير وحشتري جدا جدا والاحمر ياليكو بيه. دلع نفسي شويحة البحر يا جماعة. النهاردة هو وليكو شقة بتاعة المصيف اللي انا خدتها. والله يا جماعة انا عايز اقول لكم حاجة. انا لما جيت. انا الحمدلله وصلت بالسلامة زي ما انتم قارفت وكل حاجة. لما جيت ملقتش مكان اصلا في مطروح. انا كنت فاكرة ان انا جاية على مكان خلاص فاضي بقى وهادي مش زي اسكندرية والدنيا فاضية وكده. فجيت فجأت ان الدنيا كلها اسكندرية كلها هنا. فما كناش لقين بقى مكان وكده ولا فنادي. يعني ولا مكان ولا فنادي. فشوفنا حد يجيب لنا شقة. فدي كانت احلى شقة انا شفتها. غالبا الشوقة كلها فيما تروح نفس الفرش. نفس الشكل نفس كل حاجة بس الفرق بيبقى درجة قربك وبعدك من البحر. احنا مش على البحر على طول احنا جوه شوية بس شايفين البحر. هوريكم برضو كل حاجة بالتفصيل. هوريكم شكل الشقة. هوريكم كل حاجة. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو مش هننسى اللايك. لو مش مشترك في القناة زي اشترك وفعلك درسي حبيب قلبي عشان يوصل لك كل جديد. واكتبولي بقى كومنت حلو. قولولي. اه بس اما مش عارفها تقولولي ايه بفيش حاجة تقولولي خلص انا انا وجهت. اه اتمنى ان الفيديو يعجبكم. يلا تعالى واريكم الشقة بقى واريكم عاملة ازاي. امو ميزتها وايه عيوبها وكده. يلا بينا. احنا اول ما بندخل احنا في الدور السادس دي اول حاجة. اه اللي عمارة فيها قصوصيف بده شيء كويس. اللي عمارة كلها مصيفية مفهاش اه مفهاش حد اه مش مش بيصيف. هي كلها بتصيف. واغلب ما تروح. يعني اغلب الشقة اللي بره دي كلها مصيفية. دي الاوضة اه الاولانية هي قطين وصولة ومطبخ وحمام. حطيت طبعا شلت الهدوم ورصت حاجتي في الدولاب. وطلعت كل الحاجة اللي مش عايزاها. وسبت الشنطة دي هنا بحيث اللبس اللي بتوسق خلاص مش هنلبسه. احط في الشنطة بحيث لما نيجي ماشيين. ان شاء الله اه مايبقاش فيه اي حاجة سايبينها. احنا ان شاء الله نوينا نوعات خمس ايام باذن الله. اه دول كده سريرين. احطيت طاوم الملاية بتاعي. لو اعرف ان هما سريرين في الغرفة كنت هجيب طاومين بس مش مشكلة. اه رصيت حاجتي هنا كلها. انا هو انا هو. اه شايفاني? اه رصيت حاجتي هنا كلها. الشقة طبعا مش اللي هي واو قوي بس مش وحشة قوي وفي دولاب هنا كده زي ما انتم شايفين. هنا حطيت الماسك فيز بتاع الباح. اه القدم سحتها كويسة ومش وحشة وفيها مروحة زي ما انتم شايفين. ما لقيتش شقة مكيفة ودي حاجة دقيقتني. في غسالة هي. استعملش وشغلها لما مش هعمل حاجة. وده الحمام. برضو يا جماعة الحاجة مش يعني مش دي ما ديش دي الشقة بصراحة اللي كانت في خيالي بس انا لفت كزا شقة ما لقيتش ما لقيتش حاجة غير كده. يعني هو كله كده. كل الشقة اللي دخلتها نفس السرير نفس الفرش نفس العفش نفس كل حاجة. دي القوضة التانية بس دي صغيرة قوي وانا كده كده مش هستخدمها. فيها دولاب. بس مساحتها صغيرة وفيها مروحة اهي. آآ بس آآ انا كده كده مش هستخدمها يعني فها بالنسبة لي قوت. آآ نغسلها اهي. حط اللي نغسل الله يناس كمل. بعد كده بنمشي كده بنلاقي الصارة. بصوا. ده علي هناك قاعد في البنك ونغررهور. ده زي آآ يا جماعة اول ما هندخل كده. هلاقي الصالة. دي حاجة انا جايباها وبعدها لكم بعدين. بصوا دي قاعدة كده. اللي هي الكنبة والكرسيين دول. وفيه كرسيين تانين بقي تقوم الانت لقيه. ده التقوم المعتمد في مطروح. كل الشقة اللي في مطروح نفس الستايل. والناس اللي ما المطروح هيبقوا كده عارفين الموضوع ده. في شاشة كده من مميزات الشقة طبعا. هنا دي ترابيزة وكانوا هنا كرسي تلت كراسي. دي ترابيزة زي سوفر وكرسيين. وفي واحد تاني هنا هون. سمتنا عليه حاجتنا واللاب وحاجتنا كلها. آآ في كرسي بلاستيك. في ترابيزة بس احنا جينا لقيناها مكسورة. ده شكل الصالة. بعد كده في تلاجة هي. شغالة مش حالها. ده المطبخ. بصوا. آآ انا مش هستخدم المطبخ يعني انا كلوبنا مش هستخدم المطبخ غير في حاجة واحدة. ان انا عمل شاي. فاحنا جبنا هنا شاي لفكر. وحطهم. بس غير كده انا مش هاعمل احد في المطبخ. فبرده وجود المطبخ بالنسبة لي شيء سانوي. مش مش اساسي. بس هو ماشي حالوي. يعني لو اسرة جايين هتجيبه معاكو اطباق. هتجيبه معاكو كبياتكو. هتجيبه معاكو ادواتكو. مش هتحتاجوا بصراحة تجيبه حاجة. وربطة ده تشغال وفي غاز وكل حاجة. ده بالنسبة للمطبخ. بسوا. وكده كده ما استخدمتش المطبخ غير شاي بس. من هنا بقى. البلكونة. بقى ده تي شيرت وباندانة بتاعتي. ده البلكونة. ماشي? وده الشرع اللي احنا فيه. ده البحر. البحر. بسوا. ده شكل البحر كده دي الاطلالة بقى بتاعتنا من هنا. وكده كده احنا بنقعدش في البلكونة يعني لو اعرف ان الدنيا عايزة ما كنتش خط شقق هنا. لان الشقق هنا برضو يجرعه في اليوم غالي. البحر برضو باينه من هنا زي ما انتم شايفين. انا كنت عايز اخد شقق في العمرة دي لان العمرة دي فندقية شوية. بس ما لقيتش فيها مكان. زي ما انتم شايفين كل العمارات كل البلكونات فيها مسكونة. فمش عارفة. الشرع ده اهو. انا هنا يا جماعة في منطقة اسمها العوام. ده الشرع اللي انا فيه. انا في الدوريساليز زي ما قلت لكم. في الاتجاه ده كده. آآ سوق ليبيا وآآ وشارع اسكندرية. كده الكورنيش. ميزة الشقة ان احنا قريبين من كل حاجة ودي ميزة حلوة. بصوا يا جماعة. مميزات الشقة ان احنا قريبين ماشي من البحر. ولو اني افضل الفندق اكتر. يعني انا بفضل الفندق عشان فيه كل رفاهيات بقى اللي انا عايزاها شطت جوه كل حاجة جوه. بس انا طبعا جيت ما لقيتش فندق. لان انا مكنتش حاجزة اساسا من قبل ما مشي. انا قلت هاجي. آآ وخلاص بقى ويدور على شقة ويحنا هنا. فآآ انا افضل ما افضلش شقة انا افضل فندق. اكل شرب نظافة كل حاجة جوه مية مية. آآآ بس قلت خلاص بقى مش مشكلة انا هقضي الكامي يوم اللي انا جاياهم امبسط فيهم ونفرح فيهم ونقضي ايام من عادي مهما كانت الظروف والمصاعب. لما قعدت اكتشفت ان في ميزة ان احنا قريبين من الشط يعني مش هامشي مسافة كبيرة. حتى صغيرة وهعدي الشاطئ كتيرة. اكتشفت كمان ان انا مش هفضل في شط واحد زي الفندق. لا. انا كده كده هتحرك انا وعالي هنروح عجيبة وهنروح كيلو باترة وهنروح آآ آآ الفيروز وهنروح آآ كزا شط مشهورين هنا في مطروح. فكده كده كده كنت هتحرك اصلا. آآ كمان في حاجة انا في شهر العسل بتاعي ما استفدتش من موجود الفندق بربع جنيه. لاني انا ما كنتش قاعدة في الفندق. ولا افطرت ولا تغديت انا كنت اخدها الايكوامن او علي فول بورد. فكان كل حاجة بقى مشروقة واكلة وشورب وستناكس وكل حاجة. فما استفدناش اصلا بالااا بالااا بالااعدة لان احنا آآ روحنا طبعا الرحلات اللي بيعملوها في شرم الشيخ وارحنا دهب وارحنا سنت كاترين. فانا الفندق كان بالنسبالي مجرد اقوضة ايكوامة بس مش اكتر. فزي ما الفندق يعني بعد كده لما احجز فندق انا مش هخرج من الفندق خالص اروح في مكان وده طبعا هيبقى مستحيل لانك لما بتروحي تصيفي بتبقي عايزة تروحي في مكان يبقى المكان ده بالنسبالك تخرجي تتفسحي عايزة تيجي عايزة تعملي فانا بالنسبالي بعد كده مش ه يعني لو هروحي الفندق مش هخرج منه بقى رايحة بلد انا عارفة ان انا خلاص دفتها ومش هروحها تاني يعني ممكن اروح في فندق في شارل في الغردقة اه ممكن لان برضو الغردقة شبه شارل ما علينا المهم يعني اه ميزة الشق ان انا فيه تحت كل حاجة استنى اوريكم بصوا يا جماعة انا هنا عندي في الشارع كل الخدمات متوفرة يعني فيه سوبر ماركت اهو فيه سوبر ماركت بعضو فيه سوبر ماركت تحت العمارة اه فيه فرن هنا اهو شايفينه في فرن تاني تحت العمارة برضو اه كل حاجة متوفرة فيه حد كبابجي هنا اهو قدام كده فيه واحد بتاع فراق وبتاع خضار يعني لو عيلة جاية انتوا هتستمتعوا بجد متعة حلوة جدا في المنطقة دي اه بصوا بصوا الفرن دي اللي تحت البيت طلعوا العشتوزة كل حاجة بصوا سوبر ماركت اهو فانا في قلب منطقة حية ودي ميزة المكان اللي انا فيه برع الكورنيش اه في برضو كل حاجة تقدروا تشتروها انتوا عايزينها بصوا يا جماعة ده الشارع اللي اخنا فيه الشارع اللي في الوش ده الشارع العوام اه بصوا طبعا كل الشواء اللي انتوا شايفينها دي فيها ناس كلهم مصيفين وده جامع العوام هناك اهو ده منطقة مشهورة كده في مطروح وهنا بقى البح شوفوا ولا لا بس كل الاكشاك دي بالليل بتشتغل حاجات وكده وده شاط احنا نزلنا في الشط ده بس اه ما عجبنيش بصراحة فراحين شاطئ الغرام هروحوا ليك ده فا بس كده اتمنى ان تكون الرحلة سعيدة سفرية موفقة بازن الله ان شاء الله اول ما روح اه البح اه هوريكوا كل التفاصيل هتقضوا يوم معايا اه قلولي ايه رأيكم في الشقة وتقييمكم كده واتمنى ان الفيديو كنا عجبكم وان انتوا تكونوا انبسطتم معايا قلولي بقى رأيكم في الشقة اه والبنات اللي من مطروح او الناس اللي من مطروح او الناس اللي راحوا مطروح يكتبوا لي في الكومنتات كان ممكن اعمل ايه عشان لو فكرت اروح تاني اه 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 نسيت اقول لكم على حاجة مهمة قبل مقفل اه مطروح اه ميتها حلوة جدا بس البلد نفسها لو انتوا جايين تتفسحوا في البلد فهي البلد اه مش مش فسحة قوي يعني فيش حاجات ممتعة زي اه شارم الشيخ زي الغردقة لا هي منطقة سكنية عادي والناس كلها مقجرين ال ال البيوت للمصيفين اه هي الماي بس بتاعتها تحفة جدا 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 يعني لون البحر انا اول مرة اشوف لون البحر ده بصراحة فهي لون البحر بتاعها حلوة لكن لو انتوا جايين تتفسحوا في البلد عموما فهي البلد بلد سكنية عادي يعني مش زي اسكندرية فيها كزا مظهر ممكن تروحوا لأ هي البحر شارع اسكندرية سوق ليبيا السيرك اه حمامات كيلو باترا كحف الملح معرفش بقى هل في حاجة تانية انا مش عارفاها ولا لأ بس ده اللي انا اكتشفته اه اتمنى الفيديو يكون عجبكم تنسوش يلا تنزولوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس احبوكوا جدا باي باي